اشتريت مئة سهم من إحدى الشركات ثم تبين لي بعد الأرباح أن هذه الشركة تقول السائلة اشتريت مئة سهم من إحدى الشركات ثم تبين لي بعد الأرباح أن هذه الشركة أصلها مباح ولكنها ربوية والسؤال هو بعدما علمت أنها ربوية لما استرم الأرباح فماذا أفعل الآن بالأرباح وبالأسهم كان سألتي من قبل والإنسان يسأل عن الشيء من قبل أما بعدما يتورط يروح يسأل هذا صعب والأسهم فيها اشتباه فيها جهالة فيها غرر فيها أمور كثيرة اللي يريد أنه يكتسب ويبيع ويشري يبيع بالسلع الواضحة اللي ما فيها أشكال هذا أبرى لذمته وأحسن وما دمتي حصل هذا أو دمت إن كانه ذكر حصل هذا يتوب إلى الله عز وجل وما قبضه من الرباء يتخلص منه بأن يعطيه لمحتاجين يتخلص منه وما لم يقبضه يتركه ما لم يقبضه يتركه يأخذ رأس ماله فقط نعم فضيلة الشيخ يقول السائل فإذا كانت باعة الأسهم بمكسب تأخذ رأس مالها والباقي تتخلص منه نعم عز وجل هذا عز وجل عز وجل